اهلا بكم في قناة مساء الاخبار في الفيديو النهاردة هنتكلم عن توقعات ميشيل حيك ومايك فغالي وليلى عبداللطيف عن الولايات المتحدة الامريكية او امريكا في عام 2021 ونشوف ايه توقعاتهم لتلك الدولة اللي منعتبرها من الدول العظمى او القوة الاولى في العالم فنشوف مع بعض التوقعات اه لكن قبل ما نبدأ الفيديو حب اقول لكل الناس والمتابعين والمشاهدين كل سنة وحضراتكم طيبين ببداية سنة جديدة 2021 وايضا لو انت اول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك واتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك اشعارات الفيديوهات اللي بنزلها كل يوم اه ويريد تعملوا شير ولايك كتير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس يلا بنا نبدأ من غير تطويل ونبدأ الفيديو بكلمة الله اعلم والله وحده يعلم الغيب بالنسبة لميشيل حايك اول واحد بنحب نبدأ به وكلامه عن امريكا الحقيقة الخضة الكبرى ستكون في واشنطن واحداثها ظهرة للعلن واسبابها عديدة ومتشبكة بعضها وايضا طيد سمين في حديقة البيت الابيض وحجم الانتظارات بيجعل اوبرا وينفري في حال التأهم اوبرا وينفري دي شخصية اعلامية مشهورة جدا في امريكا ويخسر شارع فيفس افينيو في منهاتن نيويورك عالمت المميزة والفارقة لبعض الوقت وايضا توم كروز بين الشهرة والصدمة وقصة غريبة في نيويورك تحديدا بكنيسة سانت باتريك وحرمها وارى اشارات مبهمة لشيء يشبه الشؤم واللعنة والنحس على الرئيس جو بايدن ونائبته واحداث غير مسبوقة في امريكا بيولعها طابور خامس وبيحاولوا يحملوها للرئيس ترامب وشرارات بتعقر اجواء الولايات المتحدة الامريكية مصدرها عالم كرة السلة ومفاجآت تقترن للوهلة الاولى باسم آيلون ماسك ويتعرض بايدن لكسر اخر واصابات وكسور اخرى في عام 2021 والجو مخروب ليست طائرة او صاروخ او حتى اي شيء لكن الرادار يلتقط اشارات من اطباق فضائية والوجهة مجهولة ومن بين كل المدن الامريكية بروكلين وضوحيها بالضوء وينصاب السلاح الجو الامريكي بالهسترية وهنشوفها بوضوح اعصار سياسي يكتاح امريكا وعلى طريقة بيخسر وبيربح في نفس ذات الوقت كمان مرة ترامب بيسلم وما بيسلم في نفس ذات الوقت مراسيم وقوانين ترامب الاخيرة مثل قانون العفو بتولد عاصفة داخل دائرة الحكم مجلة تايمز اللي اختارت بايدن كشخصية العام في 2020 هتختار ترامب كشخصية العام في 2021 امر بيشوه بهجة فوز نائبة الرئيس بايدن بطريقها وبوركان يرافق عملية فتح ملفات التي صارت في 11 سبتمبر من جديد وبيولع الدنيا اما عن توقعات ليلة عبداللطيف لامريكا في 2021 فالحقيقة ما قالتش حاجات كتيرة جدا لامريكا قالت حوالي ثلاث توقعات او اربعة بالكتير وقالت انها تكون في حرب بين الصين وامريكا جاية لا محالة وبحر الصين في قلب الحدث وحرب بين ترامب وبيدن وانكسامات حدة في الشارع الامريكي وفوضى طعم النظام وقالت ان امريكا في 2021 نقدر نختصرها في ثلاث كلمات حروب كوارث وبطالة ذي كانت توقعاتها لامريكا اما عن توقعات مايك فغالي لامريكا في 2021 كانت كالأيتي اول حاجة قال ان الافلاك لغاية دلوقتي تبع ترامب تغيق على الامور ومن الممكن احنا نسمع بوجوده كحاكم عسكري في امريكا في مرحلة من المراحل وقال كمان في ولايات ضد بعض داخل امريكا وهتقوم حرب الولايات قصية جدا الفرص لم تختفي والنجوم تتساقط النجوم دون تعرفين ان علم امريكا فيه نجوم ويقصد النجوم تتساقط يعني الولايات تتساقط ومش هتبقى تبع امريكا هيبقوا فيه دول جوه الدول ووراء بعضها واتفاقات جديدة ومعاهدات جديدة وايران الرابح الاكبر بعد الاعتداء المريع وسنرى ولايات ضد ولايات وشعب ضد شعب داخل امريكا وسنسمع جزء سيكون مع ترامب وجزء اخر سيكون مع بايدن والايامة ايمة بين بعضهم والخطر الاكبر ان يعلن ترامب نفسه حاكم عسكري واذا لم يعلن فالشعب الماشي وراه مش هيسيبه ولو فعلا اصبح حاكم عسكري هتكون ضربة خارج الولايات المتحدة الامريكية وهتكون ضربة قوية وهنشوف في امريكا مشاكل عرقية واجتماعية وفيها برجوازية ايضا وفيه مناطق مليانة مشاكل من كل نوع وستبدأ المشاكل في امريكا 2021 في بداية حكم جو بايدن وسنرى الكويرس وستبدأ شبه حرب بين امريكا والصين في 2021 ولن تكون حربة عسكرية بل ستكون بشكل اخر يعني مش زي ما احنا متعودين عليه وهتكون حربة علنية ايضا اما بالفيروس او التكنولوجيا او بالاقتصاد او في كل شيء لكن غير عسكرية ودي كانت توقعات مايك فغالي الامريكا في 2021 ومن الواضح ان مايك فغالي وليلا عبداللطيف بيتفقوا ان هتحصل حرب بين امريكا والصين واما التلاتة فبيتفقوا ان فيك وارس وفي مشاكل كبيرة يعني امريكا هتخش فيها في 2021 ومصائب كبيرة جدا ربنا نستر طبعا على كل الدول العربية الدول العالم لان الامريكا لما بيحصل فيها مشاكل بيتأثر العالم كله باقتصادية زي بالزبط مشكلة البرجين يعني فيه ناس كتيرها بتقول ايه يعني امريكا فيها ايه يعني لما البرجين يولعوا ولا يموت الناس المشكلة مش في كده اه دي مشكلة طبعا لكن بعد ما حصل كده الاقتصاد العالمي العالمي وقع وما قامش من ساعتها وساعتها دخلنا في مشاكل وفي حروب يعني وشفنا بلاوي زرقة فانتمنى طبعا ان الحال في امريكا ما يتدهورش علشان احنا نفسنا ما نتدهورش معاها لان بتأثر بشكل مباشر على كل الاقتصاد شكرا على مشاهدتكم للفيديو وبكده احنا اتكلمنا على كل التوقعات ان كان لميشيل حيك اوليلة عبداللطيفة او مايك في غير العام 2021 لدولة امريكا حاب اعرف رأيكم في التعليقات تحت وعايز اعرف كمان حابين نعمل الدولة التانية ان شاء الله في الفيديو اللي جاي وطبعا بشكر كل التفاعلكم اللي كان موجود في الفيديو السابق عن توقعات مصر وكتير جدا كتابونا كومنتات وتعليقات انا بشكر كل واحد فيكم ومنهم مواضيع من اليمن ويزيد بازيتا ومونة ابو النجا وكوكو نونو ودليلة من الجزائر ونائلة من اسطنبول وردية من الجزائر ايضا وهناء التناني وندر ريحان وسمية من تونس ومي علي وعماد بن والسكينة بختاري وحسن احمد ومنال فرج ومنصور عبدالله وعبير وامة عبدالله وكتير جدا منكم كان مشرفنا الحياة في القناة ان كاتبتوا يعني تعليقات جميلة جدا وانا بشكر كل واحد فيكم وبشكر حتى الناس اللي انا نسيت اكتب اسماءها بشكركم جدا على تفاعلكم معنا على القناة وكلمة الكلمة اللي هتكتبوها في التعليقات عشان عارف ان انتو تفرقتوا على الفيديو الاخره هي ربنا يسطر شكرا على مشاهدتكم وعلى تفاعلكم معنا واشتراككم في القناة ما تنسوش لو انت لسه جديد تشترك وخليك معنا ان شاء الله هتشوف فيديوهات كتير عن توقعات واحنا مش هنستمر بس في التوقعات لكن في الوقت ده بتبقى الناس تبقى عايزة تعرف توقعات الدول في العام الجديد لكن هيبقى فيه توقعات عن الابراج وفيه ايضا توقعات عن الدول العربية وحاجات كتيرة جدا وايضا هننزل اخبار التريند والاخبار العالمية اللي بتشغل بال الناس شكرا شوفونا في فيديو جديد وخبر جديد على قناة مساء الاخبار وكل سنة وحضراتكم طيبين